ونبقى في المملكة العربية السعودية لكن مع آخر تطورات فيروس كورونا حيث آلن وزير الصحة السعودي وصول أول شحنة من لقاح كورونا إلى المملكة مؤكدا بأن توزيعها سينطلق خلال ثلاثة أيام وقالت وزارة الصحة السعودية إن أكثر من مائة ألف شخص سجلوا حتى الآن في تطبيق صحة للحصول على اللقاح وكانت الهيئة العامة للدواء والغذاء في المملكة قد أعلنت بأنها سوف تعمل على أخذ عينات من كل شحنة وذلك من أجل اختبارها وتستعد المملكة لتوزيع لقاح فيزر على المواطنين والمقيمين ضمن جهود الحد من تفشي الفيروس معنا من الرياض مراسلنا علي الشريف للمزيد عن هذه الخطة السعودية لتلقيح المواطنين وأيضا المقيمين بلقاح فيزر تفضل علي نعم فضيلة بالفعل المملكة العربية السعودية أعلنت اليوم على لسان وزير الصحة ووصول أولى شحنات لقاح فيزر أيضا أكدت خلال يوم أمس على أن من قام بالتسجيل عبر تطبيق صحتي تجاوز عددهم مائة ألف شخص كذلك كان هناك تصنيف لوزارة الصحة للفئات المستحقة للقاح وقد قسمت على ثلاثة مراحل المرحلة الأولى هي لخط الدفاع الأول وهو العاملين في القطاع الصحي وكذلك من يعانون من أمراض مزمنة وكذلك من يعانون أيضا من السمنة المفرطة هم سوف أولى الناس الذين سوف يتم إعطاؤهم اللقاح بعد ذلك أيضا أعلنت الوزارة على لسان الوزير بأن اللقاح قد جرى اختباره وتم تأكد مما أونية هذا اللقاح بنسبة تجاوزت 95% كذلك حثت المواطنين على أخذ اللقاح أيضا كان هناك تصريح للهيئة العامة للدواء والغذاء عن تأثيرات اللقاح وأكدت أنه أي حاله كحال أي دواء له تأثيرات جانبية ولكن يجب على أي شخص الإقرار بالشكل الصحيح عبر التسجيل في حال كان يشكو من عدة أعراض من أعراض جانبية لا سمح الله قد تتسبب عليه بشيء في حال أخذ اللقاح لكن الأعراض التي تم ذكرها هي الأعراض التي قد تحدث لأي شخص من أي دواء أيضا أكدت الوزارة على أن اللقاح سوف يتم إعطاؤه بشكل مجاني للمواطنين والمقيمين وكذلك لما المخالفين لقامة في السعودية نعم فضيلة شكرا لك علي الشريف من الرياض شكرا لك